اشتركوا في القناة نعلق في حلقة اليوم على تطورات المشهد السوري وتأثير تعارض المصالح الدولية والإقليمية على استمرار الأزمة السورية للتعليق على هذا الموضوع أستضيف معي الأستاذ زهير سالم مدير مركز الشرق العربي بلندن أهلا بكم أخي التوفيق مرحبا أهلا بكم أستاذ زهير نبدأ بآخر تطورات السياسية في المشهد السوري رئيس أغروسي فلاديماء بوتين فاجأ الكثير بإعلانه خطة لتشكيل مجموعة عمل لتثبيت الاستقرار النهائي في سوريا بعد النص على تنظيم داعش حسب قوله وقال أن هذه مجموعة العمل ستضم جميع الأطراف المعنية ويقال من بينها أيضا دولة الاحتلال الإسرائيلي جاء هذا الإعلان بعد أيام قليلة من لقائه عيس وزارة دولة الاحتلال الإسرائيلي نوتانيهو ألديك تفسير لما يحدث وماذا يقصد بوتين بهذا الإعلان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله شكرا لكم أخي توفيق وشكرا لقناة المستقلة على هذه الاستضافة في الحقيقة الأسبوع الماضي أو الأيام العشرة الماضية شهدت تدافع الأحداث بشدة على الساحة السورية التدافع الأحداث على المستويين الدولي وعلى المستوى الإقليمي أيضا وعلى المستوى السوري الداخلي تدافع الأحداث هذا يعني يربك بالحقيقة الرؤية ويربك المحللين لأن كل من يملك حجرا ألقاه في البحيرة السورية التي لم تكن راكدة ولكنها أحدث تموجات هؤلاء الذين يلقون بأحجارهم في البحيرة السورية غير متفقين يعني غالبا ما يكون هناك موقف دولي شبه مصنوع متفق عليه فالأول يلقي كلمة أو يقدم اقتراح يساعده الثاني عليه فتتكامل الرؤية عند الناس الآن كل طرف من الأطراف يعني كما تفضلت الآن يلقي برؤية لم يكن قد فكر الناس فيها من قبل يعني مثلا تابعنا الإسبوع الماضي قرار ترامب يعني سحب إلى حد كبير قراره الإنسحاب من سوريا وإبقاء أربعمائة مقاتل الآن الناس تقول ستمائة مقاتل وتوزيعهم على مناطق في سوريا هذا كله كان حراكا في الإسبوع الماضي تبعه الآن هذا التصريح المفاجئ المفاجئ على كل المستويات من بوتين أثناء وجود نتنياهو وليس بعد مغادرة نتنياهو أثناء وجود نتنياهو في موسكو بوتين يعلن أنه يقترح أو يريد تشكيل مجموعة دولية لتثبيت الحل النهائي كما يقول هو في سوريا وبالتالي هو يوجهها دعوة هذه الدعوة التي خرجت مفاجئة مفاجئة للجميع هي دعوة ليست قغرة هو دعوة يدعو الآخرين لأنه لا يملك القدرة أو لا يملك إلزام الآخرين بأن يشتركوا معه في مجموعة لكن هذه الدعوة لها أبعاد لكن دعني أبدأ من البعد الداخلي الحقيقي هذه الدعوة بحد ذاتها وأطلقها من بوتين بهذا الظرف بهذه الطريقة بهذا الأسلوب حتى بشار الأسد صاحب الدولة المعنية سمع بها من الإعلام وهذا أيضا الذي يعني عبر عنه وكيله في المجلس الأمن بشار الجعفري عندما كان متفاجئا أن تطلق مثل هذه الدعوة والدولة المعنية بين قوسين الدولة هم يعتبرون بشار الأسد ممثل دولة الحقيقة هذا السؤال الذي تسألوني عنه يجب أن نتوقف عنده على أكثر من بعد أولا بوتين يريد أن يذهب إلى مجموعة دولية طيب بوتين كان يعمل في إطار مجموعة ثلاثية في سوتي وأستانا فهل هذا الطرح الجديد يعني بشكل من الأشكال أن بوتين الذي استمتع خلال ثلاث سنوات بأستانا وبالسوتي يريد الآن أن يدعها وراءه لا فوفق لغة ذلك اليوم ولذلك ولذلك هل بوتين يعتبر نفسه الآن أسير علاقته مع إيران التي يريدون أن يزيحوها من المشهد أو يتحدثون عنه وأسير علاقته مع تركيا تركيا التي لا تتوافق مع بوتين ولا مع ترامب في حرصها على منطقة آمنة في جنوب سوريا لماذا هذا الطرح المستعجل لعودة إلى مجموعة دولية سؤال آخر يجب أن نطرحها أخي توفيق بغض النظر عن مقال لافروف لافروف الآن سنصل إلى زيارته هل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي طبعا هنا الدعوة موجهة لمن موجهة على المستوى الدولي للولايات المتحدة الأمريكية وللاتحاد الأوروبي مستعدون أن يستجيبوا لدعوة بوتين هذه فيقولون يدنا بيدك لتشكيل مجموعة دولية لإعادة الاستقرار أو السلام أو أي اسم إلى سوريا هل هم مستعدون لم نسمع حتى الآن أي تصريح وأن كنا نستطيع أن نقول أن ترامب نفسه يعيش أزمة في سوريا أزمة قراره المرتجل بالانسحاب ثم سحب هذا القرار ثم الخلاف الذي ما زال قائما بينه وبين حلفائه الأوروبيين وعن طبيعة هذا الانسحاب وحجم هذا الانسحاب ثم العلاقة المضطربة أيضا بينه وبين تركيا والتي يريد أن يصل فيها إلى وجه مع تمسكه بتحالفه مع التنظيم الإرهابي البي واي دي على الأرض السورية إذن المعادلة مختلطة جدا جدا ما هو دور إيران في هذه المجموعة المرتقبة أنت ذكرت أن إسرائيل يمكن أن تكون ضمن هذه المجموعة لا يقيل بأنها ستكون الأطراف السورية تقول هذا الكلام أنا أقول أنت تقول قيل وبشار الجعفري في الجمعية العامة في المجلس الأمن رد على هذا وقال لا يجوز أن تكون إسرائيل ولا يمكن أن تكون إسرائيل هكذا قال ولكنني أقول إسرائيل موجودة في كل المجموعات التي قادت الحرب في سوريا وهي صاحبة القرار الأول فيها وهي صاحبة القرار الأول عند واشنطن وليس كما قال بوتين بأن الأمريكان هم الحليف الأول الأمريكان حليف أول إلى جانب الروس حليف أول أيضا يعني كلمة نتنياهو لا تصبح اثنتين لا عند الأمريكي ولا عند الروسي نحن الآن أمام أزمة من طرح بوتين إذا استجيب له فعلى أي شكل وإذا لم يستجب له فإلى أين ستصير أنت في اعتقادك ما السبب هذه الدعوة؟ ما الذي دفع بوتين لإطلاق مثل هذه الدعوة؟ بعض الناس أنا استمعت إلى تحليلات كثيرة بعضهم قال هذا تصريح إعلامي بعضهم قال هذه فقاعة في الهواء يعني استهلاك فقط أنا أقول الدول يعني تطلق بالونات اختبار تطلب فقاعات في الهواء ولكن لم يجري لم يكن من العادة أن تطلق بالونات الاختبار أو الإشاعات من رأس الدولة يعني بوتين ونحن نستمع في كل يوم ونتابع في الصحف الروسية نتابع يعني نسميه خبر درجة ثالثة من حيث المصداقية والتوثيق يعني كيف يعني عندهم صحيفة من الدرجة الثالثة تسرب خبر أنه هناك صراع بين إيران وبين روسيا ويكتبون تقريرا عن ذلك ولكن هذا التقرير عندما تقرأه أنت تعرف أن هناك خلفية ما في الدولة الروسية تريد أن تمرر هذه الرسالة للإيرانيين أنا أضرب مثلا فأما أن يدخل شخص الدولة بنفسه لطرح مثل هذه الأمور أنا أعتقد لم تجري العادة الدبلوماسية بذلك وهذا يمكن أن أصفه بأنه إحدى الرسائل أو القرارات المرتجلة كما ارتجل ترامب قرار الانسحاب من سوريا دون أن يكون هناك لا تمهيد ولا تشاور ولا إدراك للأبعاد حتى ثارت عليه إدارته نفسه الآن يرتجل بوتين هذا القرار بأنه يدعو إلى مجموعة دولية علينا أن نتذكر بوتين هو يحكم فعليا القرار في يده في روسيا أنا لا أوافق أنا لا أوافق على هذا وسأبين بوتين هو الرجل الأقوى الآن في سوريا بقرار أمريكي وليس رغم أن في الأمريكي يجب أن تكون هذه المعادلة واضحة للسادة المشاهدين هو الرجل الأقوى أيضا في روسيا ما ليه في روسيا أنا أتكلم في سوريا لأننا لا نداخلين في صميم المعادلة الآن مثلا في إيران من هو الرجل الأقوى ناس بولاك قاسم سليماني ناس بولاك الولي الفقر نحن لا نداخلين في صلب هذه وهذا يجب لو عندنا نحن كمحللين سياسيين أو كجمهور لو عندنا أجهزت مخابرات صادقة تعطينا معلومات نستطيع أن نعرف الآن فعلا هل هو بوتين الرجل الأقوى في تركيبة المافيا الذي يحكم روسيا مافيا فهل هو الرجل الأقوى لا أعرف لكن أنا أقول على الأرض السورية بوتين هو الرجل الأقوى على الأرض السورية بقرار أمريكي يعني ترامب القرار الأمريكي قرر أن يترك الملف لبوتين فأصبح الأقوى ولكن لو كان هناك قرار أمريكي بمزاحمة بوتين فلا يستطيع بوتين أن يتقدم شبر من وقت ما دخلت أمريكا إلى شمال شرق سوريا لا يستطيع بوتين أن يتقدم شبر في الفضاء الأمريكي أنا لست منحازا لأمريكا أنا أقول هذه الدول هذا رأيك ربما البعض يخافك لأنه يوجد صراع روسي أمريكي أنا لا أتصور أن هذا صراع تحت الاحتواء وليس صراعا في المطلق ولا في الفراغ أستاذ زهير بنيامن يتنياهو رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي قال في مستهى الحديثي في الاجتماع الأسبوعي لحكومته ما يتفق تماما مع تصريحات بوتين وحتى بعض التصريبات الأخرى قال بأنه اتفق مع رئيس بوتين على إخراج جميع القوات الأجنبية من سوريا مع عدد القوات الروسية بما فيها القوات الإيرانية وتشكيل مجموعة عمل التي تحدثنا عليها الآن دولية للتنسيق في هذا الملف قال هكذا قال تكون إسرائيل عضوا فيها إلى ماذا تخطط إسرائيل وروسيا وهل سيكون ذلك على حساب إيران وأتباعها في سوريا أنا الصيغة التي استمعت إليها في هذا لا أدري مختلفة عن هذه الصيغة قليلا الصيغة تقول بأنه كما تفضلت نتنياهو بعد عودته وقال بأنه اتفق مع بوتين على تشكيل فريق ثنائي مشترك بين روسيا والكيان الصهيوني وإسرائيل لمتابعة أمر إخراج إيران إيران من سوريا واكز على إيران صحيح نعم ثم قال وجميع الدول الأجنبية ما قال مع ذا روسيا التي دخلت سوريا قبل 2011 بعد 2011 إذن هو هكذا يعني عفوا فيما قبل 2011 من كانت القوة الأكبر في الفضاء الإقليمي كانت إسرائيل السيسي أو حسني مبارك أو البشار الأسد كلهم يعني بشار الأسد مرة في قبل في 2007-2008 الطيران الإسرائيلي كان عارفوا أنه رايح يشم هو شوي في قصره على الساحل بعت له طيارة اخترق الجدار الصوت فوقه يعني لو كانوا بدهم كانوا شالوه يقولون له أنت تحت قبضتنا وهو كان مقررا بذلك ولم ينزعج من هذه العملية أعتبر مسحة ثقيل شوي الآن الإسرائيلي الصهيوني عندما يفكر استراتيجيا لا يريد الروسي أن يبقى في سوريا إلى الأبد وهو مستعد وعنده قدرة وعنده منطق أن يطرح أن أنتم موجودكم في سوريا مؤقت ويجب عليكم أن تنسحبوا لأنه يعتقد أن سوريا فضاء استراتيجي بالنسبة له والصراع بينه بين الإيرانيين ليس على المبدأ ولا على صراع على فضاء النفوذ الذي يجب أن يتمتع به كل منهما اليوم يعني أنا سأضيف شيء جديد الآن للسادة المشاهدين الإسرائيليون يقولون بأن دبلوماسيهم في الولايات المتحدة في واشنطن منعوا الكونغرس الأمريكي من تقديم قرار ضم الجولان والتصويت عليه وقال قائلهم ما إحنا الجولان معنا فلماذا نثير البلبلة لاحظ إحنا الجولان معنا وإحنا مسيطرين عليه وما حدا سألنا عنه ولاحظ باستحطائع نازعنا فيه فلماذا نثير البلدنا بعرض البشروع على التصويت وقائل يقول نعم وقائل يقول لا وتبدأ نحن لسنا بحاجة إلى هذا التصويت مع أن هذا العرض تقديم يعني ضم الجولان كان مطلبا لنيتنياهو وضعه على مأدد ترامب وترامب الذي ضم القدس كان مطلوبا منه أن يضم الجولان ولكن عقلاء أو بعض عقلاء الإسرائيليزة صحة العبارة قالوا نحن لسنا بحاجة إلى هذه البلبلة الجولان معنا والفن على قلوبنا كما يقولون لأنفسهم ولسنا بحاجة إلى هذا إذن الفضاء الصهيوني الآن يفكر بأنه سيبدأ بإيران لكن أين سينتهي وإلى أي حد وكيف سيكون شكلهو سيكون شريكا أنا لا أتوقع لا بوتين ولا نتنياهو يريد أن يكون ضمن المجموعة التي ليست مهمتها أميز المجموعة التي دعا إليها بوتين ماذا كانت مهمتها إعادة الاستقرار والسلام إلى سوريا كما يقول بمنطقه المجموعة أو اللجنة الثنائية التي تحدث عنها نتنياهو تقول لإخراج القوى الأجنبية من سوريا لإخراج الإيراني من سوريا إذن هناك الآن هذا تشكل ولم يعد هناك لجنة متابعة تتابع كيف سوف يتم إخراج إيران طبعا هم يقولون إخراج ربما يكون إعادة رسم تفاهمات جديدة لأمكنة التموضع الإيراني في سوريا لو حدث عن تم الاتفاق حقيقة يعني فعليا بين روسيا وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي هل يمكن روسيا ونتنياهو أن يخرجوا إيران من الأراضي السورية؟ هل يمكنهم فعل ذلك؟ يعني هنا شوف حدما نتكلم عن الإيران نتكلم عن الميليشيات التابعة لها جميل جميل مفهوم القضية سنتقول روسيا كيان صهيوني وولادة المتحدة الأمريكية لأن هذا مطلب مشترك يعني يصير مطلب دوري مشترك لهذه القوى الثلاثة مع أقليم يعني أكثره لا يريد يعني الدول العربية الحزام العربي لا يريد بقائرة لا في سوريا ولا في العراق ولا في أي منطقة التركيا نفسها ليس لها مصلحة أن تكون هي والأمر جيران يعني ليس لها مصلحة أن تكون إيران على حدودها الجنوبية كما ليس لها مصلحة أن يكون تنظيم البيوايدية على حدودها الجنوبية فتقول لي هل يستطيعون من حيث القدرة العسكرية يعني أنا أظن إيران والإيرانيون أعقل من أن يفكروا في دخول صراع عسكري مع أي طرف من هذه الأطراف ممفردين يعني الله لاحظ لاحظ كم يتحدث الإيرانيون عن تهديدات للكيان الصيوني أو لإسرائيل وأنهم بقصفوا وبقتلوا حيفا ويافا وما بعرف إيش لماذا لم ينفذوا هذا لأن هذا عندهم كلام للدعايات و للإعلام و لهز القبضات ولكن هذا الكلام لا يمكن أن الإيرانيون لتجديد بعض المغفلين أيوة أعقل هم أعقل سياسيا من يدخلوا معركة مع الكيان الصيوني فهل يمكن أن يدخلوا معركة مع الروس مثلا؟ هل يمكن أن يدخلوا معركة مع الأمريكان مثلا؟ يعني أنا أرى الموضوع هم أعقل من ذلك ولن يحيجوا أنفسهم إلى أن يذهبوا إلى حرب وإنما سيحاولون أن يدافعوا عن مناطق نفوذهم بالأساليب الدبلوماسية والأوراق السياسية قدر ما يستطيعون تحدث عن أساليب الدبلوماسية اليوم متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قال أن وجود إيران في سوريا استشاري ولا تملك معسكرات وقوة عسكرية فيها واليوم الأخبار قادمة من مجلة أمريكية بأن إيران تشكل ميليشيا جديدة في سوريا بخلفيات مختلفة وأن الآن عندها 1200 مقاتل كما تذكر وأن هذا الرقم مرشح للزيادة هذه التصريحات كما قلت هو بعض من اللعب كلما الموقع إذاعة Voice of America نعم هذا الموقع هو الذي أثى بالخبر وقالت من إيران تعمل على تشكيل ميليشيا جديدة تريد ربما أن تظهر بمظهر غير طائفي في سوريا تحاول أن تجند أناس من خلفيات مختلفة لكن المشروع الذي يتحدث عنه أي مسؤول إيراني سنضعه في سلة عمليات الضغوط الدبلوماسية والألعاب الدبلوماسية نتقدم ثم نتأخر يعني هذه القضية وبأنهم ليس لهم وجود في سوريا الآن سيكون مطلوب منهم أنا الذي أقدره شخصيا سيكون مطلوب منهم لأنه بشار الأسد لا يستطيع أن يبقى ولو بعد عشر سنين خمس أيام لحاله في سوريا لأنه الشعب السوري يعني ملايين الناس متألمة ولكن مطلوب منهم أن يضعوا صيغة تتذكر بعد 2006 أخي أنا أريد أستاذ المشاهدين بعد 2006 والمعركة اللي صارت على الضاحية الجنوبية واللي لمعوا فيها حسن نصر الله وصال عبد الضوي إيه بعد قالوا وصلوا إلى تفاهمات وضعوا تفاهمات بإشراف إشراف بشار الأسد من 2006 إلى 2019 13 سنة هذه التفاهمات آمنة ثابتة مستقرة أمن وآمانة لم تتزحزح الآن كل هذا الضجيج والعجيج سيصلون إلى تفاهمات بالوجود الميليشيات الإيرانية ضرورية لبقاء بشار الأسد الذي هو عميل صهيوني وعميل أمريكي وعميل روسي فلا الروس مستعدون أن يتخلوا عنهم بالمطلق ولا الصهاينة ولا الأمريكان ولكن سيرسمون حدودا للمساحة الجغرافية وللحجم الاستراتيجي الموجود على الأرض صحيفة نيزافي سيمايا هذه صحيفة روسية قالت في عددها الجمعة الماضي قالت إن اتفاقا روسيا وإسرائيل أو اتفاق روسيا وإسرائيل على تشكيل مجموعة عمل هذه جاء ردا على الزيارة الغام متفق عليها التي قام بها الرئيس الأسد إلى طهران وأكد في نفس الوقت أن زيارة الأسد إلى طهران شكلت ضربة حقيقية للكاملا لأنها أي زيارة تدل على رغبة الأسد في الإبقاء على القوات الإيرانية في سوريا ما رأيك فيما كتبته هذه الصحيفة والله أنا قرأت التقرير هذا كامل وهم يقولون بأن هذا التصريح جاء ردا على الزيارة الطرف الآخر يقول الزيارة جاءت ردا على الزيارة يعني استدعاء ما يزيارة بشار الأسد ما زار إيران بشار الأسد استدعي إلى إيران فلبى الدعوة أو فلبى الاستدعاء لأن هذا له مدلول قانوني فلبى الاستدعاء ذهب لحاله بمفرده قال له تجي لحالك ببيجمتك حتى الآن مش معه حتى ما معه علم سوري السفارة في إيران ما في علم سوري يا رجل السفارة سورية السفارة سورية ما في علم سوري يحطوه للرئيس إيه إحنا أطفال يعني في هذا لكن منع منع وضع العلم السوري في خلفية الرئيس ليقال بأنه هذا القائم مقام تبعنا إحنا عندنا في التقسيمات الإدارية المنطقة نسميها منطقة التي هي أقل من المحافظة يحكمها والي بسميه قائم مقام هذا من المصطلحات أيام الأتراك فالآن في سوريا قائم مقام بقولوا له قوم بقوم بقولوا له قعود طيب فأنا أقول بس أكمل الإيرانيون يقولون استدعاء بشار الأسد هو رد على زيارة نتنياهو إلى روسيا على كل حال نحن بين فعل ورد فعل ولذلك قلنا الأحداث إيش تتدافع زياد بشار سفقة زياد نتنياهو هذه الصحيفة الكلام اللي سربته سربته خطير ومهم وأنا عندما قلت صحف من الدرجة الثانية والثالثة في أول الحلقة تسرب أخبارا كنت أقصد مثل هذا الخبر تقول هذه الصحيفة بأن الزمرة الآن المحيطة ببشار الأسد على مستويات مختلفة على مستويات سياسية ودبلوماسية في أتون ما يسمى الدولة السورية كلهم من الشيعة هذه الصحيفة هي التي تقول هذا وليس أنا أنا لا أتكلم كلاما طائفيا هذا كلام الروس كلهم من الشيعة أو جلهم من الشيعة وأن رغم أن نسبة وجود الشيعة في سوريا محدود جدا نسبة وجود الشيعة في سوريا لا يعتبر بالمئة يعني لا أستطيع أن أقول في المئة واحد عندنا شيعة في سوريا يمكن أن أقول في العشر تالاف عندنا ثلاثة في المئة الشيعة فيها العلويون ليسوا شيعة شيعة من معنى الشيعي الاثنى عشر ما عندنا في سوريا إذن الصحيفة تشير إلى أمر خطير وهذا تسريب من التسريبات انذر لبشار الأسد أنه انظر حولك أكثر صحف روسية قبل الآن ماذا قالت قالت ماهر الأسد ينحاز إلى إيران ويعبئ على خلفية أنه المتكأ الأخير للنظام هو إيران وسهيل الحسن اللي بسموه ما بعرف إيش هو الذي رجل روسيا في سوريا الآن هذه الأوراق مختلطة هناك تخوف إيراني من دور الروس وماذا يمكن أن يتفقوا مع من مع الأمريكان الآن اللعب أنا عندما حذرت إذا اتفق الروسي والأمريكي على تشكيل هذه المجموعة مجموعة العمل لإعادة الاستقرار في سوريا سينضم إليها الأوروبي تلقائيا من الذي ستضعف حظوظه في الحل القادم طرفان ونتكلم بموضوعية إيران إيران وتركيا الأمريكي سيضغط بشدة لكي يضعف الدور الإيراني ويزيح إيران من الخريطة وسيكون هذا شرطه وهو نفس الوقت شرط روسي ويلقى هوا عند الروس وأيضا مشكلة البي واي دي والوجود الأمريكي في جنوب سوريا الذي يريد أن يخرج من المشكلة سوف يكون هناك ضغوط على تركيا لتقبل حلولا لذلك الآن في دورة اللافروف التي نتابعها اليوم والتي خرج من أجلها هو يقول للأقطار العربية والدول العربية دول الخليج العربي بأن تركيا لم توفي بالتزامها بالنسبة لتنظيم جماعة هيئة تحرير الشام في إدلب وأنهم مضطرون لإجراء بعض العمليات سأدمج وإيقال بوتين أيضا سأدمج مع هذا كله عمليات عسكرية رهيبة يقتل فيها مدنيون تتم كل يوم على الأرض السورية يعني عشرات البلدات تم قصفها نؤبخ الآن خلال عشرة أيام لأكثر من مئة شهيد والأمر أمر التهديدات ما زال مستمرا والتهديدات الآن تخرج تخرج متساقبة يعني متتابعة مرة من بشار الأسد ومجموعته ومرة من بوتين والمتحدثين باسمه من الدرجة الثانية والثالثة هل غضب بوتين على بشار الأسد كما نوجت بعض المصادر الإعلامية الروسية هل سيؤدي ذلك ربما يدفع روسيا مثلا لإزاحة بشار الأسد من الحكم يعني ربما في عالم السياسي أحيانا السياسيون ليسوا كالناس العاطفيين بتزعل مع صديقك بتتم أسبوع ما بتسلم عليه وبعض الناس بيزعل مع مرتو بروح بطلقها هدول السياسيين كلهم حظانين بيت أبو الطيب المتنبي ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدو له ما من صدقته يبدو فكلهم مستعدين لأن يعقدوا صدقات مع أعدائهم بشار الأسد بما يمثله من شرعنة الاحتلال لسوريا ما زال ورقة ضرورية بالنسبة للإيراني وبالنسبة للروسي لكن في لحظة من اللحظات سوف يشعر هذا أو هذا أنهم قد يستغنوا عن هذه الورقة ستكون الورقة صدقوني والله أنا مالي عند أحد شيء لكن ستكون هذه الورقة رخيصة جدا 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 وستباع بأتفه الأثمان بشار الأسد لا يجد ورقة قوة وحيدة على الأرض السورية يمسك بها ولكنه الآن ممسوك به هو لا يمسك هو ممسوك به مثل بشيل قدامه كان أول الترس بشيله وتخبه وراء الآن هو درع بشري للاحتلال الروسي هو درع بشري للاحتلال الإيراني كلهم يقدمونه أمامهم لكي يختفوا وراءه ستأتي لحظة من اللحظات يشعرون أن هذا الدرع قد انتهى حتى الإيرانيين ليس لهم كبير أمل ولا كبير هم لا في بشار الأسد ولا في من مع بشار الأسد فيما يكي الأستاذ زهير زيارة بشار الأسد إلى إيران الأسبوع الماضي ولقائه الخمنائي وروحاني وقاسم سليماني قاية فيلق القدس لم يلتقي وزير خارجية ضريف ما سب هذه الزيارة في رأيك أنت وماذا أنت تكون تمخذت عن ماذا في رأيك لم يعلن عن شي حتى الآن صحيح أكثر السياسيين والدبلومانسيين لا أحد أريد أن يسميها زيارة سموها عملية استدعاء عملية استدعاء أنا قاية زيارة أنا أنت تقول وأنا أقول نكمل بعض أنا أسميها وأنت أنت أسميها أنا أقول عملية استدعاء تمت ليس بناءا ليس بناءا لا على الدولة مثلا رئيس دولة بن نادي رئيس دولة أو بدعي رئيس دولة ورئيس الدولة هو روحاني ولا على وزارة الخارجية التي هي أعلى ممثل للنشاط الدبلوماسي الخارجي في الدولة الزيارة تمت أو الاستدعاء تم بطلب من قاسم سليماني قاسم سليماني كان عنده رسائل يريد أن يؤديها إلى بشار أسد بحضرة الولي الفقه طبعا الزيارة الزيارة كشفت حجم الهشاشة في التركيبة الداخلية في إيران الآن التركيبة الداخلية في إيران طبعا نحن كنا حفظانين أن الإيرانيين ينقسمون إلى إصلاحيين وإلى متشددين ومحافظين وأن قاسم سليماني ومجموعته يشكلون أو يمثلون الجناح المتشدد وروحاني وأصحابه يمثلون الآن تظهر قوى ثالثة في إيران أيضا ربما أكثر تشددا من قاسم سليماني ولذلك الزبذبات التي أحدثت هذه الزيارة من هي القوى الثالثة فيها؟ قوى تسمي نفسها حراس الثورة والله نسيت لها اسم في وسائل الإعلام سميت والآن هم يعملون على صعيد البرلمان يطالبون حتى ليس بإقالة ظريف وروحاني وإنما يطالبون حتى بإقالة الرجاني اللي هو رئيس البرلمان ويقولون أن هذا الاتفاق النووي الإيراني ما أجلب على إيران إلا الشر ويريدون أن يخرجوا من المشهد الدولي هذا كله مقرر هي المجموعة التيار هذا ذكر باسمه في وسائل الإعلام إذن الزيارة بشار الأسد هناك أمور مهمة تم إبلاغها لبشار الأسد مباشرة لا يمكن إبلاغها بالهاتف لا يمكن إبلاغها عبر وسائل التواصل أو عبر الاتصالات الدبلوماسية لذلك تم إحضاره إلى طهران حتى الآن التعتيم على هذه الزيارة ما زال قائما ولكنها بكل تأكيد تعني أن إيران لها متطلبات فعلية وعملية من شكل سوريا المستقبل من دورها في سوريا المستقبل من التعامل مع الضغوطات الروسية والأمريكية بالنسبة للوجود الصهيوني هذا الدرس كله تم تلقينه لبشار الأسد في الزيارة أو في العمليات السدعية التي تمتها لماذا بشار الأسد لم يخبر روسيا بهذه الزيارة؟ أنه لم يخبر روسيا أنا لا أظن أنه لم يخبر روسيا لا أصدق ما قالته الصحيفة الروسية أنا سأقول لما بشيل التليفون بوتي وبقول له لبشار الأسد إيش قالوا لك وإيش قلت لهم بالحرف وكتوب تقرير لا يجرؤ بشار الأسد أن يتأخر ثلاث دقائق هذا إلا إذا كان بوتل مو مهتم لكنه فعلها إذا كان بوتل مو مهتم ذهب إلى إيران ولم يخبر روسيا لا 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 هذا في الإعلام في السياسة في شغل فوق الطاولة نعم ذهب ولم يخبر ولكنه بكل تأكيد قبل أن يتحرك أخبر قال أنا رايح والله الجماعة بالدنياني رح أشوف إيش بما فيه بجيب أحكي لكم فبالتالي هذه الترتيبات الجوانية في عالم السياسة يجب أن ندركها ما هي المعلومات المعلومات ما قيلت في الأخبار أنا ما بعرف إيش قالوله لكن أكيد بوتين عندما طلب لا يستطيع فشار ما يستطيع لو ذهب إلى موسكو وسألوا الإيرانيين يتدبر لهم صيغة يقولهم كيف بجوز على الإيرانيين يخبوا شوي على بوتين ما بحسن يخب شيء لأنه بوتين عنده لواقت في الأقمار الصراعية تجسس عليه وين دخل وين طلع لم تجبني تخمينك أنت ماذا تكون إيران قد أرادت من بشار لست أرادت أن تضع أن تضع تصورها لمستقبل كيف يمكن أن يتعاملوا مع الإيراني مع الروسي مع الأمريكي ما هو الدور الذي يريدونه في المستقبل مشروعاتهم الاقتصادية مشروعاتهم السياسية أيضا إيران ألا تعلم إيران بأن بشار الأسد محكوم بالإيرادة الروسية هم لا يعذرونه في ذلك هم يعتبرون ممرر السياسات هم تركينهم من أجل أن يمرر سياساتهم الروس تركينهم من أجل أن يمرر سياساتهم الأصل أن هذه سياسات لا تتضارب عندما تتضارب هنا ستأتي البراعة أنه يستطيع أن يمرر بخطوط متوازية قدر ما يستطيع حتى لا يحدث هذا التضارب بين الطرفتين يعني بين القاطرتين في القطارات بيضعوا نابض بحيث لما القطار بتوقف فجأة هذا النابض بانضغط ما بتضرب القاطرة القاطرة الآن بشار الأسد يحتاج إلى كثير من هذه الكوابح حتى لا تتضارب هذه القواطر التي أتى بها إلى سوريا يعني بشار الأسد في وضع حاجة جليسة طبعا في وضع حارج وهذا الحرج يتمادى يوما بعد يوم والآن مثلا لا تؤخذني اسمح لي متى من سنتين ونحن نسمع انتهى تنظيم الدولة انتصروا على أنا لست مدافع عن تنظيم الدولة وتمنى أن ننتهي منهم من أول يوم كان فيه حتى الآن من عشر أيام ترامب خرج في البرلمان وخرجوا وقول انتصرنا على تنظيم وحتى اليوم المعركة مع تنظيم الدولة مستمرة هذا كل ما يعني مثل ما تقول انتهت اللعبة ستنكشف أوراق عندما ينتهي من هؤلاء الآن عندهم تقولوا بؤرة صغيرة أنا لا أدري ما هو حجمها عندما تنتهي اللعبة ستنكشف كثير من الأوراق التي كانوا يتسترون بها وعندئذ أيضا سيكون بشار الأسد في موقف أشد حرجا الآن أخبار بأن هناك تصعيد في العقوبات الأمريكية في المنع الأمريكي لأن أيضا الأمريكان لا يستطيعون أن يتركوا إيران تفرض إرادتها على بشار الأسد على بشار الأسد أن يتحمل كل الضغوطات وأن يستطيع أن يكون يعني عبدا مطيعا للأطراف جميعا في نفس الوقت ضرب الله رجولا فيه شركاء متشاكسون هذا هو كأن القرآن نزل فيه الآن بشار الأسد ضرب الله مثلا رجولا فيه شركاء متشاكسون هو الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون الأمريكي يريد منه والصهيون يريد منه والإيراني يريد منه والروسي يريد منه وفي وقت واحد وعليه أن يلبي كل هذه الطلبات المتناحرة هو يرتاح لو أنهم اتفقوا وعطوا قائمة تعليمات موحدة ولكن قائمة التعليمات مع الأسف ليست موحدة لذلك استدعي إلى طهران يمكن يستدعي إلى موسكو يمكن أن تصلوا وفقة التبليغات الأمريكية في وقتها من خلال المؤشرات الآن الموجودة في المشهد السوري يعني حيال الأجندات أو أوراق القوى الدولية أن هناك مؤشرات على التقاوب روسي أمريكي فيما يتعلق بالأزمة السورية ما الذي يدفع روسيا للتقاوب مع الولايات المتحدة الأمريكية في حين أنها عندها خلافات حتى الآن خلافات كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بجزء القرن فيما يتعلق بالمنظومة السواريخ النووية التي تنصف في شرق أوروبا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والملفات عديدة يعني ما الذي يدفع روسيا للتقاوب مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الملف يعني الآن دعني أخذ نصف الجواب أنا أقول الرغبة في التقارب ليست رغبة وإنما هي ضرورة يعني ليست هناك رغبة روسية ولا رغبة أمريكية في أن يصفوا لأن الخلافات كما تفضلت الخلافات بينهم ذات أبعاد وفي مناطق أيضا أكثر منها في سوريا ولكنهم أيضا كلهم يشعر في سوريا أنه في أزمة وأنه آن الأوان أن يتخفف وأن يخرج من هذه الأزمة وهم يبحثون عن حلول لأنفسهم وليس للشعب السوري وعلى حساب الشعب السوري الآن بدليل كلامي الآن هم يصعدون الأمر بالنسبة لمخيم الرقبان وبالنسبة لخروج اللاجئين منه وروسيا تريد شيئا ولولايات المتحدة الأمريكية على قضية الناس لاجئين وسطاء مساكين حتى يجعلون من ورقة كانوا تحت حكم من تنظيم داعش إطعام هؤلاء الناس يجعلونها قضية سياسية ودبلوماسية إذن هم ليسوا في حيز الخروج من الأزمة وليس في حيز التراضي ولذلك تجد أن الحلول متعسرة الآن المشهد السوري أن الأمريكي يشعر بأزمته بأبعادها والروسي يشعر بأزمته بأبعادها والصهيوني أيضا يريد أن يكون الكاسب الأول من هذا الذي جرى في سوريا وبالتالي تجد هذا الاختلاط وهذا التدافع في الأوراق هناك مستجدات أيضا الأستاذ الزراف فيما يتعلق بالملف السوري وهو حضور ما يسمى بالبرلمان النظام السوري في المجلس أو في الدورة التسعة وعشرين في الاتحال البرلماني العربي يشارك فيها رؤساء 17 برلمان عربي هل هذه المشاركة هي بداية أو تمهيدا لعودة النظام السوري إلى الجامعة العربية في اعتقادك؟ يعني يمكن أن تقرأ الخبر بأكثر من صيغة بس أنا يعني لفتني في الخبر شغلة حلوة كثير أنه في برلمانات عربية في دول ليس فيها انتخابات أو انتخابات مزوارة لا 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 أنا ما أتكلم عن انتخابات شكلية مزورة هذا موجود في الجزائر موجود في مصر موجود في سوريا موجود في العراق أنا أتكلم عن دول ما فيها انتخابات وبيعتبروا انتخابات بدعة تكلم عن أنظمة ملكية أنا أتكلم عن دول أنظمة ملكية دول 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 ليس فيها انتخابات وتصدرت وتحدثت هذا المضحك في المشهد في الخارطة السياسية العربية مو في الخارطة الجغرافية في خارطة العقل العربي ليست المشكلة أنه يحضر متعوس عند خايب رجا لا المشكلة أنه هذه الخارطة بهذه الصورة إلى هذا الحجم يستخفون بعقول الناس بس أنا لأكمل الخبر هل هذا بداية لعودة النظام الصورة الدول التي قيل بأنها تقدمت بأوراق للجامعة العربية كمشروع قرار يعني لعودة بشار الأسد سحبت هذه الأوراق الآن الخبر الأخير يعني فشلت لا لا سحبت ما راحوا ما بدون بطل قطر اليوم تصريح جاي من قطر أن قطر ترفض عودة بشار الأسد إلى الجامعة العربية طبعا قرار الجامعة العربية بالإجماع باتخذها يعني إذا رفضت دولة واحدة هو اتخذ قرار الخروج الآن قرار العودة يحتاج إلى ماذا؟ حتى السادة المشاهدين يفهموا علينا أنه يحتاج إلى إجماع عربي إذا لم يحصل إجماع عربي اليوم قطر بشارتنا ونشكرهم جزاهم لخير أنهم لن يقبلوا بعودة بشار الأسد إلى الجامعة العربية إذن نحن لا نكبر أنا بالنسبة لي لا هذا المؤتمر اللي بسموه اتحاد البرلمانيين ولا مش عارف مين اللي بيجوا في ناس مهن منتخبين في دول لا تقروا بالانتخابات ولا تعترف بها ولا تعترف بالسلطة التشريعية واحد منهم من الموجودين عندما أرادوا أن يتخذوا قرار بشأن القدس ضد ضم القدس قال لهم هذا قرار سياسي البرلمانات ما هو شغلها سياسي إيه البرلمانات ما هو شغلها البرلمانات شغلها تشرب قهوة ويسولفوهن حمد وحميدان إذن نحن أمام حالة عربية الحقيقة تثير البكاء نبكي على أنفسنا والله نبكي على شعوبنا نبكي على أمتنا دول إفريقية الآن لم يبقى دولة في العالم بناء الدولة فيها هش وتتجاوز فيها حقوق الإنسان وتتجاوز فيها شكليات شكليات تأسيس الدولة كما هي في كل العالم العربي على يديك تفسير لماذا الدول العربية فقط لفيها نظمة استبدادية تزوى الانتخابات وما فيها أصلا انتخابات وعيش في هذا الظلام الدامس حتى الآن هذه الدول استبدادية من غالقة متخلفة لماذا هذه الدول والقائمون عليها هم الذين وكلت إليهم مهمة يعني خلخلت العالم العربي رجعوا للوراء تدمير بنيته تدمير اقتصاده التفريط في ثرواته إخراج شعوبه من الحضارة من التاريخ من الفكر من التعليم يا أخي ما بتسمع ما بتسمع عن مبدع عربي متقدم إلا بعد ما بتسمع التقرير كذا بقول لك وهو مواطن أمريكي من أصل عربي مواطن فرنسي من أصل عربي أو من أصل مصري أو من أصل جزائري مواطن نرويجي من أصل يعني لماذا العربي إذا خرج من هذه البؤرة المظلمة يصبح مبدعان ويصبح متقدمان ويصبح عبقريا وإذا عاش في بلده يصبح خاملا يجره العسكري فيلقي به في السجن هذه معادلة يجب أن نقرأها بكل أبعاد الأبعاد السياسية هذه ثورات الربيع العربي لم تنشأ من فراغ ولن تنتهي كما يتصورون طيب أستاذ زعف باختصار جدا يعني بقيت معنا بعض الدقايا فقط الإحاطة التي قدمها الأمين العام الخاص لسوريا الذي يعين مؤخرا منذ ست أسابيع بيترسون إحاطته الأولى من مجلس الأمن الدولي في نيويورك حول الملف السوري ماذا لفت تنتبهك حول هذه الإحاطة؟ الحقيقة جير بيدرسون وهذه كما تفضلتم هي الإحاطة الأولى لأول مرة بعد أن زار المنطقة والآن هو يعيد بزيارة أخرى خرج بأنه يضع تقريره الأول بين يدي أعضاء مجلس الأمن اللي لافت للنظر أنه كرر أو سبق فكرة بوتين بوتين لأنه دعا أيضا إلى تشكيل منتدى سماه وهكذا تشكيل منتدى دولي بوتين إيش سماها؟ مجموعة عمل دولية بيدرسون قال منتدى دولي لإعادة السلام إلى سوريا وإعادة الأمن إلى سوريا واقترح تشكيل هذا المنتدى الدولي وإعادة إعمار سوريا طبعا بكل أبعاد هذه الكلمة وبالتالي هو قدم نفس مقترح بوتين ومن هنا ربما كان عندما زار بوتين جرى توارد الخواطر على هذا الأساس الآن هذه الكلمة لم تلتقط في مجلس الأمن يعني لم يتمسك بها أحد ويقوم فيدافع عنها ليحولها إلى قرار ولكنها ثبتت كمقترح من المبعوث الدولي هكذا يلقبونه المبعوث الدولي إلى سوريا هذا المقترح تشكيل ما أطلق عليه المنتدى الدولي ربما يتم إنضاجه وبالتالي في المنتدى الدولي لا أحد يعرف من سيغيب ولا أحد يعرف من سيحضر ولا أحد سيعرف وهذا شيء مهم جدا جدا يعني أثقال القرار يعني إحناك أحيانا ناس بسطاء يقولوا حضر فلان فلان ما كل الحضور يستطيعون أن يتكلموا ولا كل الحضور إذا تكلموا يكون لكلامهم وزن ويتحول كلامهم إلى قرار إذا تشكل هذا المنتدى الدولي سيكون بالأساس الموقف الأمريكي والموقف الروسي إذا استطاع هذان الطرفان أن يتوافقا على صيغة لذلك مهمة الشعب السوري مهمة الثورة السورية مهمة من يمثل روح هذه الثورة أن يكون لديه قرار مسبق ماذا يريدون وكيف يمكن تحقيق هذا وأن هذا الشعب السوري الذي قدم مئات الآلاف من الشهداء لا يمكن أن يكون خاضعا لإرادة دولية تنظر إلى مصالحها مصالحها الذاتية أحيانا كما يقولون مثل عندنا عند العار العام يعني يبعج الظرف من أذل أن يلحس لحسة زيت هؤلاء الذين يمكنوا أن يهدروا تضحيات مئات الألوف من السوريين ليحققوا لأنفسهم مكسبا صغيرا تافيا وأتكلم على خمسة أهداف يسعى من أجل تحقيقها في سوريا تكلم على إعادة ثقة بين الفراق السوريين تكلم على إجارات الموسى بشأن المعتقلين والمختطفين وهذا ملف لم يثار منذ مدة كما تعلم والنقطة الثالثة أشاري لضرورة انخلاط الشعب السوري بكل أطيافه في عملية الحل في سوريا أو توصل لحل وتكلم أيضا عن الهدف الرابع ما وصفها بالنقطة الرابعة ووصفها بالحيوية والأساسية العملية السياسية اللجنة الدستورية وتكلم على اللجنة الدستورية وأيضا في آخر النقطة الأخيرة تعلق بالقوة الخارجية والدول الذاتي النفوذ في السرع ويعني تكلم على هذه الطرق يعني هذا الكلام ولكن هناك تغيو في لا ليس هناك جديد في هذا الكلام يعني بدعني أقول هو الجديد الذي عنده الآن أنه يريد أن يحيي فكرة إعادة سوريا إلى المجتمع الدولي وإخراجها من سوتي ومن أستانا وأن تكون في ظل جنيف وهذا الذي سمى المنتدى الدولي وربما النقطة الأخيرة أما الحديث عن هذه الملفات والمعتقلين وإعادة الثقة كيف ستعود الثقة بين القاتل والمقتول يعني هذا كلام الناس الإنسان الجرح ما أصابه الناس سمون العرب يقولون عليها الخلي ما على باله شيء ما حصل في سوريا ما سمح ما سمح المجتمع الدولي أن يحصل في سوريا لن يعاد لن يعاد هذا الماضي بكل ما حصل فيه من المأساة هذا الجرح لا يمكن أن يلتأم وبشار الأسد ومجموعته من المجرمين ما زالوا على صدر الشعب السوري طيب شكرا جزيلا لك الأستاذ زواء السلام وديم مركز الشاق العربي بلندن كنت معنا في برنامج حلقة نقاش قدمتها لكم مشاهدين الأفاضل من قناة المستقلة من لندن شكرا لكم أيضا على المتابعة وفي أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة